من الأخبار المزعجة اللي بدأت الصبح يعني أنا قابلت الأمن بتاع الكمباون الورسة وانا طلع كده بيقول لي يا أستاذة قول لهم حاجة قلت له فيه قال لي تذكارت المترو زالت يعني حاجة كده على الصبح أول يوم السنة طب سيبوا الناس يعني تاخد نفسها سيبوا قرار الرئيس لكبار السن النهاردة والمئة مليون اللي دخلت علشان تدعم كبار السن يختاروا التوقيت يعني فكرة إنه ما فيه توقيت سياسي دي فكرة مهمة جدا يعني ما هيش أبدا كلام في الهوى يعني فيه تسع هيكون الزيادة حصلت النهاردة بدأ صباح اليوم تطبيق زيادة أسعار مترو الأنطاق بعد إعلان التشغيل التجريبي بالركاب الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من خط المترو الثالث وجاءت الزيادات الجديدة كالتالي تسع محطات لكل ستة هتبقى بستة جنيه بدلا من خمسة جنيه يعني زيادة جنيه واحد وستاشر محطة هتكون بتمانية جنيه بدلا من سبعة جنيه يعني برضو زيادة جنيه واحد وثلاثة وعشر محطة باثناشر جنيه مش حالفة كانت كام أصلا وأكتر من ثلاثة وعشر محطة هيكون بخمستاشر جنيه وتقرر أن يكون سعر التسكرة لأكثر من ثلاثة وعشر محطة لزاوي الهمم خمسين قرش فقط يعني تقريبا من غير فلوس وأيضا عارفين أن الكبار ستن معفيين من فكرة التسكرة أصلا يعني كنت عايزة بس أأكد كمان أن في بعض الأقوال أن الاشتراكات فيه كلام أن ممكن الاشتراكات كمان الأيام الجادة تزيد طبعا ما كنتش أحب أقول كده بناء على إيه؟ عليه خلينا متوقعين أن ممكن برضو يبقى فيه زيادة فيه سعر الكهرباء فيه سعر البنزين ده برضو ممكن يحصل الفترة الجاية بناء على الخبر ده هل ده ممكن يحصل ما يحصلش؟ مش عارفة بس طبعا غرفة التسعير بتتتمع كل ثلاث شهور عشان تحدد البنزين كمان إيه اللي هيحصل فيه لكن بما أني ده حصل هيبقى فيه تغيير اليومين في الاشتراكات هيكون تها الزيادة برضو وهل ده بقى خلى عين الناس كلها وكل الناس عندها هل ممكن الكهرباء والبنزين يزيدوا ولا لا؟ وأتمنى يا رب لا